السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اه تفضل. واحد خال لا اجازك بخيرا مرضة في هذه السكاري. نعم. وتنس ما في الدكتور شي حالقة في يقول بنا ذاك الدرج ديال اللي عندي مزيال يوم تدك اصحاب السكاري كأنسا نقول له زي النص طريقة شان واش سيبتحانه ولا كغان ديره ليز عنده لش نستفده منهم نعم. شكرا. اه شكرا. اه تفضل تفضل. اه قد في قول الله صلى الله عليه وسلم فهد حديث. نعم. واحد نعم. نسا الكمانة. يقول لكمانة من المن وما اواشفة للعين. نقول له. يقولون بسادي واحد من السامة. الكمة. الكمة مش لكمانة. الكمة هي الترفاس. يقولوا الكمة من المن وما اواشفة للعين. ترفاز هي موجودة ترفاز الفطر كين بتفل الغاباء والترفاز كاكلوه الناس لا 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 ترفاز هذا الحديث حول الترفاز شكرا علينا هذه الأسئلة شخصية ما عندنا مشكلة احنا علينا كيف ما كان الحال نعمل انه يمكن احنا لا هذا اكيد فكرته هذا السيد هدك يقول سمعت بان هذا المشكلة دي اللي راه الدرق كي يصلاح السكر هذه لا مشي يعني من جملة الأشياء التي تفيد ناس لعدهم السكر السبار يللقاه موجود متوفر يكلوه لا ملقاهش بلاش مشي قي يسول على السبار رقالوا لي كي يصلاح السكر ننبغي ناش ناس يتعلموا القديم ولان انا سمعت مثلا واحد العشبة كي تصلاح هذا ما لناس ما يتبعوش هذا المسائل لان انا لا انصح الناس يتبعوش ناس يكتافيوا بالاشياء اللي تخرج من الارض في المنطقة ديالهم الاشياء الرخيصة اللي كي ينا في السوق الاشياء اللي معتادة اللي كي يعرفوها الناس كي يعرفوها بسهولة ما يجيبش لمشي اسمية من الانترنت ومشي اسمية سمعها في شفاء ضعيو يبقى يقلب عليها ارى كتتعالج ولا كدير شي حاجة هذا كذيب فالأعشاء اللي عدد دكتور انتو ما كنتوا ذكرتي وفي الحلقة اللي كنا خصصنا الغداء السكري من جملة الاشياء التي تفيد السكري هي السبار وكينز زيتون كذلك السبار هما طريقة واش اننا قادي نتحرك نا هذه الدرقة ديالهم اللي تكون ده ماشي دبا دبا صافي دبا مكنش سبار نعم دبا الدلفة ديالهم مبقاتش فتية دبا صافي ولا تقاسحة ولا تقرش تكل ولكن في الوقت دياله في شهر ستة وسبعة وثمانية يعني اختال شهر ثمانية تكون بقى شوية فتية هذي ممكن يأخذوا الناس هذيك الاذام هذيك الوذن ديال الهندية ديال الدلفة الهندية يأخذوها يأكلوها طازجة هكا خضرة حيدوا من الشوك ويطيبوها ممكن يأخذوها طريفات ماشي دواء يأخذوها طريفات نعم ويخضرو بها يطيبوها يطحنوها يدروها عاصر أي شيء ولا ممكن يبسوها ويأخذوها على شكل مسحوق كذلك يوضفوها للأكل ديالهم مشي مشكلة يدروها يجدوها مع الخبز ولا مع الحساء ولا مع الشربة ولا مع غيسارة ممكن يزيدها مع الأكل ديالهم يعني كتنفع الناس ديال السكر الناس ديال السكر إلا تحركوا حيدوا لدم إلا تحركوا حيدوا اللحم ما يكونش عدم مشكلة إن شاء الله يكون حيدوا نعم غير دكتور نحنا نشكرك يلكن عندك شيء إضافة هذه المنتوجات يعني الأمر الآن مشتبه على الناس مشتبه ولذلك مثلا في الغرب كانوا واحد لوقيتها كانوا واحد الشجار واحد العنف عندهم في الأسواق ديالهم حتى في أمريكا وفي أوروبا كانوا واحد العنف يعني لا يتصور كانوا بعض الفلاحة يجيبوا المنتوجات ديالهم ويكتبوا عليها غير مغيرة ويلاتيا يجيوا عندهم لإنتاج الاخر ويضربوهم ويحرقوا لهم المنتوجات ديالهم ويعني ويعني لأن لا الآن السوق ولا فيه هاد المسائلة دي حتى اللايبل هذه الإشارات اللي كنتكتب على المنتوج الآن كنين بعد الناس يكتبوه غير مغير ويلاتيا لكيقول المنتوج الطبيعي ولا هاشياء ولا هاشياء هذي وحتى هذه هذه الهيئات اللي كي يوقعوا كيرخصوا بهذا الشي ديال بايو يعني ديال المنتوج الطبيعي واللوثة هما يعني من ضمن باش يكون بايو ما خصوش يكون مغير ويلاتيا يصعب لان هاد الناس ديالة اللي كيتكلموا على المنتوج بايو على المنتوج طبيعي وش غير مغير ويلاتيا انا اشك في البودور اولا تكون البودور طبيعية ما اللي كنتكلموا على البايو اولا تكون بودور طبيعية ثم تكون تربة مقاصهاش سماد ومقاصهاش مبيدات ثم تكون جو مفيش مبيدات ومفيش معاميل لان هذيك الدخان غذي الأمطار غذي تطيحهم فوق ذاك المزرع ثم يكون الماء عذب ماء البير والماء العذب ديال الأنهار حتى المياه ميكونش فيها مثلا الأكريلاميد وميكونش فيها هورمونات وميكونش فيها كلورا ميكونش فيها عشياء هكذا فنتكلموا على البايو ميكونش سماد عضوي ديال الحيوانات اللي معالجة بالمضادات نعم هنا كنتكلموا على البايو وإلا يقولوا الناس عندنا بحيرة بالديار نحن ذاك شيء يعطى الله هكذا مهم مرشينا مدرنا وراء مجلبة وإلا كانت بودور طبيعية إلا كانت تغيير بودور طبيعية ممكن نصبروا في المبيدات لأن التغيير الوراثي وأخطر من المبيدات وأخطر من الهورمونات بالمئة ألف درجة يعني كشي الناس يفهموا إلا كان الناس يقول لك مثلا أنا أغمشي نباتي المبيدات الخطر دياله لا يقارن تعال مع التغيير الوراتي المهم ان كانت البودور طبيعية والتيمار طبيعي la حبوب طبيعية الخضار طبيعية الأوراق طبيعية أخذا يكون فيها شوية ديالين المبيدات و أخذتんな بالمبيدات يكون فيها آثار يعني نقبلوها بدون أي مشكلة مغيرة عليك نوري اللناس الخطر الكبير هو فيما تغيير الوراثي وليس في المبيدات وحت Даف الهورمونات يعني الآن انه لهورمونات كان طبيعيا على الحيون بKDhùng rhythms سمتوتروبين كانت على الأبقار غير النهي الصوماتوتروبي التي كلها تعلم على أول إدي الحيواني هذه التي تعلم على ألي Mafiani وهي ولا ي Ty we suck من تغير ألي الم Singh لكي لا ي Подحوص حلقة للحيوانات لأن economists لا من يساعدون مخت بشواء نفس البحث عن الصوماتوتروبي لا يا صوماتوتروبي لن أ dim Analytics لكن السوماتوتروبي مغير وراتيا تم خطير هذا هو لي خطر أما سومة التروبين يعني غير كافي ولكن كين فهنا الناس يعني باش نوريهم هذا الأهمية والخطار لهذا التغيير الوراتي هذا كما قلت حتى الموبيدات كما قلت الموبيدات المكونات مربما قبلهم إلى الدار و لهذا المنتوج الطبيعي دينا والأرشيناه بالموبيدات هو أحسن بكثير 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 بالمقارنة معه نجيبوا شي حاجة مغيرة ويراتي في جميع الحالات سنستعمل موبيدات نعم نعم شكرا لكم دكتور شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم